رسالة الحقوق هي الأخرى تعرضت إلى تحريف النسخة الكاملة هي التي قرأت عليكم منها النسخة الكاملة التي اجتملت على المواد الدستورية الخمسين موجودة في تحف العقول هذه النسخة الكاملة وصاحب تحف العقول ابن الشعب الحراني متأخر عن الصدوق الصدوق في كتبه أورد رسالة الحقوق وأوردها في عدة كتب من كتبه لأهميتها لكنها جاءت محرفة بالنسبة لي أنا أبرئ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من التحريف هناك من يتهمه باختصار الأحاديث أنا أبرئه من كل ذلك وحينما أقول أنا أبرئه إنني أستند إلى خبرة وأستند إلى أدلة لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت واعد على سبيل المثال هذا أهم كتاب للصدوق إنه الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الصدوق أورد رسالة الحقوق في كتابه الفقيه لكنها جاءت محرفة جاءت منقوصة بإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه صفحة ستمية واثمنتعش باب ثلاثمية وثلاثتعش الحقوق مباشرة بدأت الرسالة حق الله الأكبر وهذا الكلام قبله شيء كثير حرفه المحرفون وحذفوه ثم ذهبوا إلى كل حق فاختصروه عبثوا برسالة الحقوق عبثان لا مثيل له لا أجد وقتا كي أحدثكم عن العبث الذي عبثوا به برسالة الحقوق في الجزء الثاني من كتاب الفقيه ولذا فإن كتب الصدوق قطعا قد تعرضت للتحريف أنا أبرع الرجل من كل هذا التحريف الصدوق صدوق في أيام القاجاريين حدث فيضان في مدينة طهران قبره في منطقة الرأي في منطقة شاه عبد العظيم في جنوب طهران بسبب ذلك الفيضان القوي انهدم قبر الصدوق فلما انهدم قبر الصدوق ظهر جثته ورآها الكثيرون حتى أن السفراء الأجانب جاءوا وألقوا نظرة عليها وأرادوا أن يأخذوا صورا لها إلا أن العلماء منعوا من ذلك قالوا إن هدكا لحرمته سيكون ولا يوجد هدكا لحرمته على أي حال نحن لا نريد أن نناقش كل صغيرة وكبيرة الذين حضروا الواقعة وسجلوها قالوا إن الصدوق كان وكأنه وضع الآن في قبره بدنه لم يتسخ لون الكفن أصفر ولكن خضاب لحيته لا زال موجودا لم يتغير لونه كان الصدوق جميلا وبهيا جماله وبهاؤه لازال واضحا الصدوق مثلما جثته محفوظة لقد حفظ الحديث وحافظ عليه وحفوظة وحفوظة وعلى وعلى التحريف في رسالة الحقوق لقد دمروا رسالة الحقوق دمروا الدستور بالضبط مثلما دمر السيستاني في زماننا دستور العراق ولا وجه للمشابهة بين دستور العراق ودستور السجاد صلوات الله عليه لكن المشابهة في نوع العمل فمثلما زور السيستاني دستور العراق وبعد ذلك أمر الشيعة أن يصوت لهذا الدستور الذي زوره وهذه القضية موثقة بالوثائق وقد عرضت الوثائق عليكم في الحلقات السابقة بالضبط الذين جاءوا من الطوسيين الذين أسسوا المذهب الطوسي اللعين هم الذين حرفوا هذا الدستور النسخة الكاملة كما قلت لكم في تحف العقول لابن شعب الحراني الدستور كامل فيها ولكن إذا ما رجعتم إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه فإنكم لن تجدوا شيئا حقيقيا من ذلك الدستور لقد قرضوها تقريضا عبثوا بها شديد عبث وإنما فعلوا هذا في هذا الكتاب لأن الشيعة تعتمد هذا الكتاب الشيعة لا تعتمد على تحف العقول مثل ما تعتمد على كتاب الفقيه أصلا النصيريون يدعون أن ابن شعبة من النصيريين ومن أن كتاب تحف العقول من كتبه من كتب الغلا لا شأن لي بهذا الموضوع هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول وإنما أعود إلى الموضوع الذي أنا بصدده ما يرتبط بتحريف رسالة الحقوق فهي محرفة تحريف هائلا كان يجب على المؤسسة الكبيرة التي حققت هذا الكتاب أن تطبع في الحاشية بشكل كامل رسالة الحقوق حتى يستطيع القارئ المتتبع أن يقارن بين الرسالة الأصل وبين الرسالة المحرفة الموجودة في كتاب الفقه والأمر هو هو في كتاب الخصال الخصال من الكتب المعروفة للشيخ الصدق هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 616 صفحة 616 العنوان ما هو أبواب الخمسين وما فوقه يفترض أن الرسالة تأتي بموادها الخمسين لأن الصدوق وضعها هنا لكننا إذا ما ذهبنا إلى هذه الرسالة فإننا نجد التحريف واضحا وواضحا وواضحا جدا بالضبط كالتحريف الذي هو في كتاب الفقيه مع بعض الاختلاف مع بعض الاختلاف فرسالة الحقوق النسخة الأصل في تحف العقول الموجودة في كتاب الفقيه للصدق محرفة بنحو فضيع جدا وكذلك النسخة الموجودة في كتاب الخصال محرفة جدا 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 فعلى الذين يراجعون هذه المصادر أن يلتفتوا إلى أن الرسالة محرفة تحريفا هائلا ولا يمكن الاعتماد عليها بأي وجه من الوجوه وكذلك الأمر في كتاب الأمالي أمالي الصدوق أو مجالس الصدوق هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحاء الثقافية المجلس التاسع والخمسون صفحة ستة وستين يورد الصدوق رسالة الحقوق لكنها محرفة أيضا من الصفحة السادسة والستين إلى الصفحة الرابعة والسبعين تحريف هائل جدا هذه كتب معروفة ومهمة من كتبنا ومر علينا في العنوان الأول التحريف الانتقائي هناك انتقائية ولذا هذه العناوين وضعتها تحت عنوان فرعي نماذج من التحريف الصارخ إنها مصادق للعنوانين المتقدمين التحريف الانتقائي والتحريف العلمي التأسيسي حدثتكم عن التحريف لفظا ومعنا في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشورة وحدثتكم عن التحريف لفظا في عناوين الصحيفة السجادية ومعنا في كل معانيها وأخذت دعاء أهل الثغور مثالا كيف حرف المعاني والمضامين وها هي رسالة الحقوق تحرف تحريفا هائلا في كتب الصدوق في كتاب الفقيه في كتاب الخصال في كتاب الأمال وأنا أضرب لكم أمثلة لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل الموضوعات إنني منذ أربعين سنة وأكثر يوميا وأنا أراجع الكتب وأنا أمارس عملي في التحقيق يوميا أصادف شيئين أصادف التحريف في كتبي مراجع الشيعة وأصادف عداءهم وانتقاصهم من العترة الطاهرة منذ أكثر من أربعين سنة كلما أمسكت بكتب مراجع الشيعة وأنا أصادف هذين الأمرين أصادف التحريف في حديث العترة الطاهرة وأصادف الانتقاص من الأئمة ومن حديثه أما قضية جهل المراجع وجهالته وسفاهته فهذا أمر منتشر في كل كتبهم من أولها إلى آخرها وقد عرضت من الأمثلة والشواهد والأدلة الكثيرة والكثير في هذا البرنامج وفي سائر برامج الأخرى وهأني أعرض لكم الأمثلة في هذه الحلقات صارت الصورة واضحة هناك تحريف تحريف صارخ وهناك تدمير لدين العترة هذه النصوص لم يحافظوا عليها لا لفظا ولا معنا فهل نتوقع منهم أن يفهموها وهل نتوقع منهم أنهم سيعملون بها ويؤسسون مجتمعا شيعيا مثل ما يريد إمام زماننا هؤلاء مافيات لصوص قطاع طرق هؤلاء سفلة هذا هو سر انتشار اللواط في أوساطهم لماذا ينتشر اللواط في أوساطهم في أوساط المعممين في أوساط المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء لماذا ينتشر اللواط فيما بينه لماذا لأنهم أعداء العترة الطاهرة وليس بالضرورة حينما يوصفون بأنهم أعداء العترة الطاهرة أنهم يبغضون العترة الطاهرة وأنهم لا يبكون في مصائبه نحن عندنا الأحاديث جاء في بعضها من أن قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة أهل البيت لكن الإمام الرضا يلعنهم ويقول من أنهم ليسوا منا مع أنهم يحبون الحسين ويزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة العترة يعتقدون بها لكنهم أتباع لهذه المرجعيات التي هي أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذه نتائج أعمالهم بين أيدينا هذه وثائق هذه وثائق أنا لا أحدثكم عن كتب طبعت في الأزهر هذه كتب شيعية وطبعت في مؤسسات شيعية وأشرف على تحقيقها شيعة هذا عمل شيعي خالص أتحدث عن الشيعة الطوسيين ألا لعنة على المذهب الطوسي اللعين القذر النجس نذهب إلى فاصل شكرا للمشاهدة